دعا رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محاكمة الذين اتهموه بالتواطئ مع روسيا في انتخابه رئيسا لأمريكا وصرفوا المال والوقت على التحقيق في هذه التهمة المفبركة متهما خصومه الديمقراطيين بفبركة تقرير المدعي الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 داعيا إلى الرد فضلا عن تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة الخطيرة إلى العدالة بالعودة لحضرتك مرة أخرى سيدة العميد ربما تقرير مولر المكون من 448 صفحة لم يتهم ترامب ولم يبرئ ساحته بشكل كامل ولكن كيف قرأت التقرير بنتائجه النهائية وهل نتوقع تحقيق جديد وهل هذا التحقيق سيؤثر على شعبية دونالد ترامب في الداخل الأمريكي برافو أمل لسبب في ناس كتير تعاملوا مع التقرير من السمر اللي طلع في الأول أنه هو برأ فعلا التقرير في مواد ربما تدخله في مرحلة العزل وتضع أمام القانون هو الآن بيقوم بعملية اللي هو يعني رد الفعل أهجوم وهجوم مضاد عشان يعمل اتزان عينه مش على القضاء عينه على الانتخابات القادمة هو بيبرأ نفسه إعلاميا لكن التقرير ربما يدينه